السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة دي 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 هالنهار ان شاء الله سنقدموه حل الحلقة على كيفاش نكتروا الحليب يعني اسموه ما الاشياء اللي نقدروا نديروها باش نكتروا الحليب في الام اللي عاد ولدت ام دي الالانب اللي عاد ولدت كما كتشوفوا معايا هادو واحد جوج نتوات اما هادو الجيهات قريبا غير دي النتوات اسموه هي الطريقة اللي كنديرنا يا طريقة خاصة اللي كنديرها باش نكتروا الحليب للامهات يعني يالله تكون ولدت الارنابة اسموه اسموه ما الاشياء اللي نقدروا نديروها باش نكتروا لها الحليب يعني فهدي كان هادرة في اليوم اول والثاني والثالث لان في ذاك المرحلة اللي كتكون الصغار في مرحلة خطار وخاصها ترضعهم يعني قصد الحليب يكون عندها في الحالة مات ديالها بوفرة وقدش ممكن عندها الحليب في الحالة مات ديالها بوفرة كت الصحة دير الصغار كتكون مزيانة وتمني كيكبروا كيكبروا في واحد طريقة مزيانة وانتو ما كتحسوا بطرفية جيالهم ساهلة ما كتا يعدبوكمش ما كاخرش تفاوت في الاطوال كلهم كيحلوا عينهم في نفس الوقت مهم انتو ما غاديتلاحضوا هاد القادية بالنسبة لاطعمة اللي غا تعتقهم وهو الاطعمة الساهلة ساهلة 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 كانوا يديروها جدود فهذا هاد طريقة هادة كانوا يديروها جدودget اه واشهulu ماما يقول لا غالي ندير سيكاليم ديل الحليب سيكاليم ديل الحليب اه عيني او تدرتعليه الحلقات سوق تمام المشكل اعين واشهول владهم ق Har regarder مع هذا الموضوع الصغار. المهم احنا هذا المشي هو موضوعنا موضوعنا ديل هذا النهار وهو اسمه انديرو النهار الأول والثاني والثالث. ولما لا تصيماً اللولة يعني انتمشوا عليهم بواحد نظام غذائي هي طرق سهلة. اول حاجة وهي معي القادية للعسل. وخطكن عادية. انا ما كان نكلفش على عباد الله. وخطكن عادية للعسل الرخيص. رخيص ثمان. شدوها وديروها لها مع الماء. هذه الطريقة كانوا يديروها جدودنا. واحد يعني حنى جدة. هي اللي كانت تديرها الطريقة وكانت تحكيت لي كيفاش تدير في الايام الاولى باش تدير الحليب لانثاة دي الانانب. كتدير معي القادية للعسل في قيمة. ثاني حاجة لقامة. لقامة اللي كاتشيط عليكم ديال اعتهاي. اصروها واحد شوية ديروها في واحد طاصة وعطيها تاكل. والنخالة والنخالة هي رخيصة في التامان. هي واحد شوية كتديرو عليها شوية ديال الماء. غير شوية ديال الماء. اني ما كتقشناش فقط لحد. ماشي كتغرقوها بالماء ولكن غير كتديروا واحد شوية ديال الماء في بديكم. وكترونوها ديك النخالة وكتعطيوها تاكل. كين واحد النبت اخرى. راني غير ملقيتهاش راني كتوعدت واحد سيدة انا في في الكومنتر اني نجيبها لاني باقي ملقيتهاش. اسميتها تيفاف. تيفاف هي للناس اللي كيعرفوا الحويج ديال يعني الفلاحة. ركين واحد النبتة كتكون تقريبا مشوكة. مش يمشوكة بززاف ولكن ديال بحل شكل ديال الشوك وكتكون متفرعة. هذيك راح تاييه اذا كنت رقيتوها. ما نقول لكم سمو كتدير في الاني. كتعطيهم واحد الحليب بغازارة قاع كتولي يعني الحالة مادية لها كيدفقوا بالحليب. اذا هذو ثلاثة الحويج بساطين. يعني العسل في الماء. آآ ثاني حاجة. انو خالة مرونة شوية ديال الماء. من الاحسن يكون ديك المدافي. احسن من الاحسن. وثالث حاجة هالتيفاف. سيفافته مزيان. مية في المية. آآ يعني الطرق بسيطة. وليقامة. إذا راحتوا هاد الليقامة والعسل كلهم فيهم الحلاوة. هي الارنبا في الول س مو كتكون باغية. ولكتكون باغية في الحقيقة تكون تحتاجة للحلاوة. الحلاوة كتخليها كتعيد من حدية الطاقة ديالها كترجع. العسل اللي تحسوا بها هي مشي تشحموها كي غلط وكيدر الفيطامين الفيطامين ما يصلحوش للأنثى اللي كتردع ما كدر ما كيدرش حليم من الأحسن تديروها غير حلاوة أنا أقول لكم عسل أو لقامة لقامة دير آتي را كتكون تهيئة حلوة لأنك كتكون نشرتوا منها آتي لقامة هي استعملت أعطيوها الساردة عصروها شوية بين يديكم وعطيوها لها وأن الخالة هي معروفة وهنا نبتايلها إلي لقيتها إن شاء الله رأني غادي نجيبها ونوريها لكم اسميها اكتفاف نبتادي الاتفاف هي مزيانة الصراحة لنا جربتها مزيانة إما تعطيوها لها خضراء إما تعطيوها لها والأخضر هو مزيان الألاني منك تكون يا الله أولدت غدوا وقوهم شي شوية من الأخضر نبات أخضر شوية شوية تكرموه واحد شوية وتعطيوه لهم رأة هو مفيد ومفيد بززاف في ذاك الفترة إذن اللي أعجبكم في فيديو شاركوا معنات تقوموا على الجرس كي يلصلكم الجديد سندونا بزر جام وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله